اختتمت الجمعية الوطنية لمدراء الحج المسيحي الفرنسي مؤتمرها الخامس والسبعين الذي عقد في معمودية السيد المسيح في المقتص بحضور مائة وخمسة وسبعين من مدراء الحج الفرنسي وقال وزير السياحة والأثار مكرم القيسي إن انعقاد المؤتمر في الأردن أثر السياحة الدينية وعزز الحج المسيحي والرحلات المتنوعة إلى الأردن مشيرا إلى أن اختيار الأردن لإقامة هذا الحدث المهم يؤكد مكانته الدينية المسيحية وهو من شأنه أن يدعم استراتيجية التصويق للسياحة الدينية المسيحية إلى المملكة وأثارها في زيادة عداد السياح وخلال المؤتمر أكد مدير عام المقتص رستوم مكيجيان أهمية هذا الموقع بما يحمله من رسائل مهمة كالوئام بين الأديان وبناء جسور المحبة والسلام للإنسانية جمعاء وتضمنت فعاليات الزيارة لمدراء الحج المسيحي الفرنسي في الأردن إنشاء شراكات مستقبلية إضافة إلى التجربة الروحانية في أرض القداسة وزيارات متنوعة لمواقع أثرية داخل المملكة